ماذا سيكون ذلك بإنفوتيك فريو سيكون مروا سليماند وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون معلومة مفيدة النهاردة على القناة والمعلومة بتاعت النهاردة هي مش عارفة أقول مفيدة ولا مخيفة لأن معلومة النهاردة عن تقنية جديدة اسمها OmniHuman 1 اللي طورتها شركة ByteDance الملكة لمنصة تيك توك وهذه التقنية كنت أتكلمت فيها على قناة كل يوم موقع جديد ولكن حبيت أن أنا أجي أتكلم عنها النهاردة أيضا على قناة إنفوتيك فريو النهاردة هتكلم عن أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي أنا هسميها أحدث المخاوف في مجال الذكاء الاصطناعي اللي بتمكن من إنشاء مقاطع فيديو بشرية وقعية للغاية من صورة واحدة فقط التقنية دي بتعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي متقدم قادر على إن هو يعالج الصور الشخصية، رسوم الكرتونية، إضافة مقاطع صوتية أو مرئية عشان ينشئ فيديو بيحاكي الحركة الوقعية للشخصية في الصورة يعني تخيل أنت بترفع صورة وممكن ترفع معيها حركة إيد معينة أو صوت ضعيف خالص كمان هنا قادر على المدخلات اللي مش جودتها عالية قوي إن هو يتعامل معيها ويبتدي يديك حركة وقعية لك أو لأي شخص تاني بيتحرك بشكل معين أو بيتكلم بشكل معين ودي بصراحة حاجة من وجهة نظري بتخوف لو لم يتم واضع ضوابط لها الميزات الرئيسية بقى لتقنية أومني يومان وان إن هو بيتعامل وبيدعم دخول كرات متعددة زي النص وزي الصوت وزي حركة الجسم وبالتالي يقدر أن هو ينشئ فيديو أكثر تنوع وواقعية طبعاً حتة دي تخوف جداً وبالذات التعامل مع حركة الجسم أو الإيد أو الكلام ده كله فزي ما قلت لكم الموضوع فعلاً يخوف الحاجة التانية إنه هو ممكن هو يدنج الإيمبوتس دي مع الحفاظ على هوية الشخص الشخص زي ما هو بهويته بشكله في الصورة والخلفية ما بيأثرش عليها وبالتالي مقاطع الفيديو إلا حتطلع حتبقى متاسقة وواقعية بشكل كبير جداً هذه التقنية مدربة على استراتيجية فريدة بتعزز من استخدام البيانات والاستفادة منها علشان تشوف النتيجة اللي انت بتشوفها في الآخر أحطي لك الرابط الخاص بالورقة البحسية والموقع في الوصف أسفل فيديو علشان تقدر انت تقرأ أكتر عن هذه الجزئية بالنسبة لي إزاي التقنية دي بتشتغل أو قلية العمل بتاعها هذه التقنية اللي هي أومني يومان وون كانت مدربة أو نموذج أولي مدرب يعرف باسم سي ويد وتم تدريبه على نصوص مقاطع فيديو علشان يحول النص لفيديو وصورة عادي جدا زي أي نموذج ولكن تم تكييفه وتطويره عشان ينشئ مقاطع فيديو بشرية من خلال دمج الإشارات زي ما قلت لك النص أو الصوت أو وضايات الجسم بحيث أنه هو يقدر أنه هو يعمل مقطع فيديو تخدم نفر تلقائي اسمه 3DV يقدر كمان هو يشيل الضوضاء من الفيديو استراتيجية للتدريب أي معالة ثلاث مراحل بتقدم إشارات مدخلة ممكن تكون نص وكمان صوت وحركة الجسم مثلا فبالتالي هو بيبتدي أنه هو من الأضعف للأقوى في اللي أنت بدخله من الإشارات يعني ممكن يكون القوة في الصوت أو في حركة الإيد أو في النص من الأضعف للأقوى حيبتدي أنه هو يعمل كده نعمل أنواع التوازن بين الإشارات المدخلة عشان يخلي جودة الفيديو كويسة الحاجات دي كلها تقنية ومش حنتخيلها إلا لما فعلا نبتدي أنه نستخدم كإندي يوزر النموذج علشان نشوف النتيجة عاملة إزاي وكله طلع قدامنا دي فيديوهات أو ديموز معمولة من خلال الشركة وبتفرجاننا يعني بتورهاننا لكن هو لسه مش لايف في الاستخدام طب إيه التطبيقات المحتملة اللي ممكن تستخدم أو يستخدم تقنية أومني يومان وون فيها إنه هو ينتج مقاطع فيديو من صور سابقة فبيقلل تكاليف الإنتاج والوقت المستغرق ده للإنفلوينسرز أو المبدعين في الترفيه والسينما مقاطع فيديو أو مقاطع درفهية من غير بقى الحاجة إلى إنتاج ضخم صناعة الفيديو الجزء بقى اللي يهمنا اللي هو التعليم والقصص الافتراضية يعني ممكن المدرسين ينشئوا محتوى تعليمي تفاعلي بيحول السور لمقاطع فيديو توضحية ده كل ده جميل جدا لكن مازال هناك حاجة مهمة جدا وهي الإمكانيات الهيلة اللي حتوفرها تقنية أومني يومان وون دي بتدعو إلى الخوف بتصير مخاوف لأن ممكن المقاطع الفيديو دي بتستخدم الديف فيك بتستخدم في التضويل أو الاحتيال عشان كده لازم يتم تطوير آلية تكشف المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي وتميزه بوضوح لمنع الاحتيال والخداع بشكل عام نقدر نقول الذكاء الاصطناعي بيتقدم كل يوم ويوضينا كده لحدة التخوف وتقلق عشان كده لازم نكون وعيين بأغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي وازاي بتشتغل والتعامل معاها علشان نقدر نتعرف أكتر على الجانب الكويس لهذه التقنية والجانب الخوف والمقلق من هذه التقنية نبقى دايما نوغدين إن شاء الله حدت لك الرابط الخاص بالبيبر الورقة البحثية والصفحة بتاعته على جيت هاب واللي بيوريك في مجموعة من الفيديوهات تم عملها باستخدام هذه التقنية وأيضا الوفيشال ويبسايد الخاص بأومني أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع وحبيت أن أنا أشارك معاكم هذه التقنية شاركتها على قناتكم ليوم موقع جديد وحبا كنت أن أنا أشاركها معاكم فأتمنى أن تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة بالتعرف على هذه التقنية الجديدة زي ما أقول لكم في نهاية كل فيديو لا تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعين الأعزاء لا تنساش لايك والشير والكومنت لو أنتم مهتمين بتوليد المحتوى المرئي وحابين تعرفوا أكتر إنتاج الفيديو أو إنتاج الصورة أو حتى إنتاج الصوت كل ما يهمك في هذه الجزئية موجودة على قناة كل يوم موقع جديد أشوفكم في فيديو قادم دنتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته